تشكيل منتخبنا الوطني اللي ان شاء الله غالما هيكون هو اللي موجود هو الخلاف على لعب واحد بس اقولكم التشكيل وهو اللعب الواحد ده الخلاف عليه تشكيل منتخب مصر غدا امام او اليوم بقى خلاص امام المنتخب المغربي هيكون كالتالي محمد ابو جبل في حراسة المرمة احمد فتوح و احمد حجازي و محمد عبد المنعم و عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع في خط الوسط عمر السلية و محمد النني و احمد سيد زيزو بس ده اللي اسمها هجيلكم فيه شوية عمر مرموش و مصطفى محمد و محمد صلاح في خط الهكوم كالعاد طيب ايه كسيد زيزو حتى هذه اللحظة فيه محاولات محاولات ممكن تبقى ضئيلة و صعبة شوية ان حمد فتحي يلحق هذه المواجهة لو حمد فتحي تواجد في هذه المواجهة فهيلعب بتاتل في النص عمر السلية و النني و حمد فتحي طيب لو حمد فتحي لم يتواجد هيبقى الكلام على زيزو او محمود تريزجي كتالة لها في وسط الملعب في مركز رقم 8 تاني لو حمد فتحي لحق المواجهة خلاص حمد فتحي ضمن مكانه طيب حمد فتحي ملحقش المواجهة هيبقى الكلام على زيزو او محمود تريزجي و ممكن يبقى لقرب زيزو شوية يعني زيزو ياخد درجة او درجتين عن محمود تريزجي بس ده بالنسبة للمركز رقم 8 في وسط الملعب لكن بقى التشكيل زي ما هو محمد ابو جبل حرص المرمى عمر كمال و احمد حجازي و عبد المنعم و فتح و محمد النني و عمر السلية و قدام السلاسي عمر مرموش و مصطفى محمد و محمد صلح ده تشكيل منتخبنا ان شاء الله في مواجهة المغرب دول ال 11 لاعب الرجالة اللي هيلعبوا مواجهة المغرب و اللي بره رجالة و لما يشاركوا كمان في المباراة هيقدوا اداء رائع ان شاء الله اشتركوا في القناة